أهلاً فيكم حبايبي برج القوس رح تشوف شوية توقعاتك العاطفية من بداية الشهر أو من وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر القراءة مثل دائماً رح تكون للبرج الشمسي والقمر والطالع وأيضاً تقبل الأكس يعني ممكن تحس أنه بعض الإشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك إذا أنت عم تتابع لبرج القوس crosswatching يعني أو عم تتفرج على برج القوس ممكن تحس أنه بعض الإشياء اللي بحكيها طاقتها تشابه طاقتك طبعاً مثل دائماً خذ من القراءة الإشي اللي بتحس أنه بيفيدك لأنه قراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع فأخذ من القراءة إشي اللي بيفيدك ممكن يكون فيه رسالة، ميسج، إشي معين بيفيدك واترك الإشياء البعية ما تحاول أن تخلي القراءة تنطبق عليك مئة في المئة لأنه مستحيل هاي possibilities وتوقعات بالآخر أوكي حبابي برج القوس رح نبلش بطاقتك أول بعدين رح نشوف طاقة الحبيب، طاقة الشريك خطواتك في المستقبل خطواته أيضاً هو في المستقبل وشو ممكن يكون مصير العلاقة بينكم أو مصير التواصل بينكم وبشو رح ينتهي يعني وإذا فيه إشي بدنا نوضحه للقراءة رح نسحب كروت توضيحية لحتى نوضحه طيب، نملش بكروت النصيحة أول لبرج القوس برج القوس عم شوف أنه أنت حالياً عم تجهد حالك ممكن بالوضع العملي أو بالوضع المادي وفي عندك إشي عم يجهدك أو عم يتعبك وعم يأثر أيضاً على جسدك الوضع عم يأثر عليك من الناحية العقلية وأيضاً من الناحية الجسدية فكروت النصيحة بتحكي لك أنت بتحتاج حالياً إلى وقت مستقطع وقت للراحة نحكي لك انتظر أو خلي الأمور تيجي متل ما تيجي خليك في وضع تراقب الوضع حالياً أو تراقب حتى الحبيب حالياً أو الشريك اسمح لك وضع أنه شوي شوي ينفتح بينكم أو شوي شوي تكتشف إشياء عن العلاقة أو نبين أنه أنت متسرع حالياً أو بدك إشي بسرعة حالياً يعني بدك هلأ هلأ في شخص في حياتك أو في إشي بحياتك معين عم يجهدك عقلياً وإنت بدك يا بدك بدك تحقق هلأ بس كروت النصيحة بتنصحك أنه يعني تتمحل تستنى لأنه في بداية جديدة رح تيجي عندك حالياً أنت رح تمر ببداية جديدة ممكن يكون أيضاً مع شخص عم تفكر فيه ولكن في بداية جديدة رح تصير بينك وبينها الشخص في رحلة جديدة رح تمر فيها وإذا أنت خايف من العلاقة بينكم أو خايف من الارتباط مع هالشخص أو خايف منه أنه الأمور تكون بينكم جدية عم شوف أنه بيحكي لك هون في حماية إلهية لإلك أو معك يعني الكون عم يحميك الله عم يحميك بكل خطوة عم تتخذها حالياً والوضع بينكم مش رح يكون عم شوف يعني رح يكون في بينكم احتفالات رح يكون في بينكم حتى نؤمن الصداقة لأنه تحكي عن فان تايمز أو أوقات مريحة ففي بينكم رح يصير الوضع رح يكون عفوي أكتر من ما هو جدي يعني في عندك بداية جديدة رح تصير رح تكون مليانة بالتفاؤل فقط بدك تتمهل برج القوس ما تتسرع باتخاذ القرارات هيري كان بالنسبة لكروت النصيحة بالنسبة لطاقتك أنت برج القوس في حالياً عم تمر بتاستينج إيريا أو بفترة امتحانات أو اختبارات سواء كان بشخصيتك سواء كان بعلاقتك سواء كان مع الحبيب ممكن تكون أنت حالياً عرضة إلى إلى التمتيشنز أيضاً أو حالياً أنت ممكن تكون عرضة إلى إغراءات الحياة أيضاً بدك تنتبه من العادات السيئة يعني ممكن تكون أنت حالياً محوط بعادات سيئة سواء كانت من لست أو شغف تجاه الشخص أو أشياء يعني أو علاقات جنسية أو سواء كان من يعني إدمان على مخدرات أو إشي مثل هيك بدك تنتبه من أي أو أي إغراءات لأنه أنت حالياً عم شوفك بمطرح محدود فيها إلى أنه إذا مش هيك الوضع بالنسبة لإلك في شخص بحياتك حالياً أنت منجذب جسدياً لإله بطريقة كتير عالية عم تحس إنك مربوط فيه روحانياً عم تحس إنكم مقيدين أو مربوطين ببعض ولكن عم شوفك فيه نقطة أو فيه وضع صارم أو فيه قرار اخترته وما بدك تتنازل عنه يعني فيه نقطة عندك هون في عندك الستيك هاي وعندك السيفون يعني أنت ماسكهم ومش استعدت تتنازل عن قرار أو عن اختيار أنت اخترته عم تعامل الوضع بطريقة كتير قاسية أو كتير منطقية برغم المشاعر اللي أنت عم تحس فيها عم شوفك إلى أنه عم تتخذ الطريق العقلاني أو عم تتخذ طريق تحليل الأمور أكتر بما أنه تعتمد على عواطفك بالنسبة للحبيب أو الشريك اللي عم تتعامل معه عم يحس أنه انظلم لأنه فيه عنده كون جاستس فهالشخص بده بالعلاقة يكون فيه توازن للأخذ والعطاء وهو بيحس أنه للبعض منكم اللي منفصلين هو بيحس أنه ما كان فيه توازن للأخذ والعطاء بالعلاقة هو اللي كان بيعطي أكتر بالعلاقة بيحس هيك فهو حاليا بفترة راحة أو وقت مستقطع عم يحاول يستشفي فيه عم شوف أيضا أنه هو ممكن يكون أكبر منك بالسن فيه بينكم فرق بالسن ممكن يكون هو أكبر منك بالسن أو ممكن أنت بتحس أنك ممكن تعتمد على هالشخص أيضا بمعنى أنه بتحترم قراراته أو بتحترم آراءه أو هالشخص أثبت لك أنه هو متوازن بيأخذ القرارات أو بيحلل أيضا القرارات بطريقة منطقية فهو حاليا عم يشوف أنه انظلم بالعلاقة وعم يحاول يستشفي بالنسبة لخطواتك أنت بالمستقبل عم شوفك في عندك أمنية ممكن بدي أحكي على الأبراج اللي عم تتعامل معها لأنه دائما بنسى الأبراج بركز على الطاقة أكثر من الأبراج الأبراج اللي ممكن عم تتعامل معها ممكن تتعامل مع برج الميزان أبراج هوائية أيضا في عندك برج الجوزع والغالبية أبراج هوائية أبراج مائية بس بتوقع هوائية لأنه الميزان هوائي الجوزع هوائي فبتوقع البرج اللي عم تتعامل معه يكون هوائي أو فيه كتير طاقة هوائية بيعنده بالخارطة الفلكية بالنسبة لخطواتك بالمستقبل أنت عم تشوف هالشخص عم تعتبره أو عم تعتبره ورفيق درب أيضا بالمستقبل برج القوس رح تنحط بما ترح أنه بدك تختار بين شيئين أو بين شخصين لأنه بيحكي على ولكن أيضا بيحكي عن اتخاذ قرار بين شخصين أو بين شيئين مثل فهالكرتب يشفه أنه بالمستقبل رح تنحط بمطرح أنه لازم تختار بين شيئين أو بين شخصين وإنت ممكن عم تتهرب من اتخاذ هالقرار حاليا أو عم تحاول تبعد عن هالطاقة عن هالإنرجي ما بدك تختار قرار حاليا ولكن عم شوفك عم تبعد عن إشي معين أو بالمستقبل في نوع من الوش فوفيلمنت أنت أنت عم شوفك أنت متفائل أكتر بالوضع لأنه عندك تشبه طاقة برج القوس كتير لأنه برج القوس دائما متفائل سريع إذا صار أي شيء بسرعة 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 بتتعافى منه فطاقتك بالمستقبل عم شوف أنه أنت يعني بدك تاخد صعب عليك أنك تاخد قرار لأنك بدك الأمور تظل كتير عفوية ما بدك الأمور تكون جدية وأنك تاخد قرار بين شخصين أو بين شيئين يجي يعني كتير جدي يحتاج طاقة كتير سعر ما منك عم شوفك لكن بدك تروح في طريق أو أمنية بدك تحققها ممكن أيضا عم تتجاهل مشاعرك أنت ممكن بالمستقبل رح تتجاهل المشاعر وتختار المنطق أكتر من المشاعر يعني رح تبعد عن عرض حب أو عن شخص اعتبرته أمنية بحياتك أو كان بدك توصل إله ولكن عم شوفك عم تبعد عن الوضع لأنه بتحس أنه صعب أو صار في بينكم بلوك أو صار في بينكم عائق كبير مش عارف أنت تحلو هلأ من نسبة لطاقة الحبيب أو الشريك بالمستقبل عم شوف هو عنده عنده تفاهم أكتر للوضع ولكن هالشخص ما بيحب يخسر بمعنى أنت عم تتعامل مع شخص عنيد وبدو العدالة ممكن هالشخص بدو اعتذار منك أيضا لأنه عندك five of swords فهالشخص متمسك برأيه ومش رح يتنازل أمشوفو هون ما بدو يتنازل عن رأيه لأنه عم يحس أنه أساسا من البداية انظلم بإشي معين أو أنت ظلمته أو العلاقة بينكم ظلمته عاطفيا فهو بيحس أنه بدو نوع من الاعتذار أو بدو عم يركز كتير على التفاصيل اللي صغيرة أيضا هالشخص يعني عم يركز على الحكي اللي عم تحكي معه على أي شي أي كلمة بتحكيها هالشخص بيحللها كتير بيفكر فيها كتير وبيدرسها كتير طيب بدنا نشوف أنت هل بتعد عن هالشخص يعني أو بالمستقبل هل رح تقرر أنك تبعد عن هالشخص بعلا أو هل أنت في طريقك إلى هالشخص يعني كيف الكون مرتب لك الأمور بدنا نشوف أول عم إجاكم بس هو حاليا بهالطاقة يعني هو حاليا عم يستشفي بهالطاقة أنت ممكن تكون مشغول بإشياء حاليا بحياتك ولكن في المستقبل أنت اللي طاقتك رح تكون نفس طاقته حاليا يعني أنت اللي رح تستشفي أو بدك وقت مستقطع طيب طيب بدنا نشوف يعني نبين أنه أنت بدك يبريك من الوضع بدنا نشوف الحبيب هل ناوي يقوم بخطوة أو بالتواصل اتجاهك أو شو هو العائق بينكم يعني بدنا نوضح طاقته بالمستقبل أكتر بشكل عام فهالشخص بدو تواصل معك أم شوف وبدو بدايات جديدة معك ولكن أم شوف أنه البدايات الجديدة اللي هالشخص بدو إياها بدو تكون ملموسة يعني هالشخص عم شوف ما بيحب ما بيحب الحكي أو بدو الإشي تكون منصفة يعني العلاقة بدو إياها تكون جدية بينكم عم شوف أيضا هو عم يحس بمنافسة كتير ممكن أنت تكون برجو قوس محوط أو حواليك أشخاص كتير أصدقاء كتير وهالشخص عم يحس أنه في منافسة بينه بين الأشخاص الأخرى لكي هو استحب حاله بين العلاقة عم يحاول يبعد لأنه هالطاقة مش كتير تعجبه أيضا بيشوف أنه الحكي دائما بينكم لأنه مشاكل نزاع بالحكي مخاصمات مجادلات بالحكي ف بيشوفك هالشخص متهور بالحكي أو سريع بالحكي أو ما بتفكر كتير أو ما بتفلتر الحكي كتير قبل ما تتحكي وأنت يعني برج ناري اللي بقلبك على لسانك تتحكي على طول بما أنه هو مبين أنه برج هوائي فبيحب يحسب كل إشي قبل ما بيحكي فيه ف عم شوف أنه أنتو الاثنين روحانيا كتير متواصلين مع بعض ممكن ما يصير في بينكم حكي بالفترة القادمة إلا أنه عم شوف عم تستشفو وهالشخص عم يحس أنه نضلم معك أو هو كان كتير جدي بالعلاقة وإنت كنت عفوي مثلا لأنه مبين أنه في أوراق مختلفة بينكم أوراقك أصغر من أوراقه ف هالشخص أيضا عنده تخوف من أنه يقوم بأي خطوة أو يصير في بينكم أي تواصل لأنه دائما كل بداية جديدة بيصير فيها تتش بالتواصل فأنتو في عندكم عدم تفاهم أم شوف في عندكم عدم تفاهم كتير كبير فبيحتاج بيحتاج مرونة من برج القوس بيحتاج منك أنك تكون مرن وتفهم هالشخص جاي من وين يعني مش فقط أي إشي بتحسه بتحكيه على طول يعني ممكن إشي أنت ما تفكر فيها ولكن ممكن تجرح الطرف الآخر أو تحسس منها الطرف الآخر وعم شوف الطرف الآخر بيحتاج أنه يكون منفتح أكتر بدل من طاقة الهدوء أو عدم الحكي بده يعبر أكتر فعم شوف أنه بالمستقبل أفضل إشي العلاقة المشتركة بينكم أفضل إشي اللي ممكن تساوه حاليا في المستقبل إنه تركز كتير على تواصل بدك تركز كتير على التواصل مع هالشخص تنتبه على نوعية الحديث أو الحكي اللي تحكيها مع هالشخص لأنه الهدوء بينكم أو النزاع بينكم أو الأمور الصعبة بينكم لأنه في عندكم كتير عدم تفاهم من ناحية الحديث أو من ناحية الحكي عاطفيا كتير قريبين من بعض روحانيا كتير متصلين ببعض بس عقليا الحكي بالتفاهم العقلي كتير في بينكم صدع تصادم في كتير بينكم تصادم فأفضل حل بالمستقبل إذا صار بينك وبين هالشخص لقاء أو حديث لأنه مبين إنه انت بدك معه بداية جديدة وهو أيضا بده بداية جديدة ولكن دائما تنتهي بنزاع أو بكونفلكت فهو خايف إنه يتخذ قرار فالأفضل إنه فقط تنتبهوا على طريقة الحديث مع هالشخص حبايبي برج القوس بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتها إذا حبيت الفيديو لا تنسو تحط لي لايك وقمنت شار وسبسكرايب إن شاء الله شكرايب